يبتدي أخبارنا بكرة اليد خامس العالم يمكن السنة اللي فاتت كنا رابع السنة دي خدنا خامس العالم مبروك طبعا ترتيب جاي جدا انت نهاردة بتاخد خامس بعد فرق أوروبا كلها النهاردة ده حاجة يعني تشرفنا كلنا فيه مباراة مجنونة كان سيناريو بتاعها مجنون بمعنى الكلمة طبعا زي ما حدقكم عارفين مدير الفني مستر ديفيد ديفيدز المباراة كانت في الدمام كنا باللعب الخليج السعودي المدجج بالنجوم خمس لعب محترفين على رأسهم طبعا بيتر نينا ديتش اللاعب السربي اللاعب منتخب سربيا واللي جاي على البطولة دي بس هذا اللاعب اللي كان محوري النهاردة بشكل كبير طبعا مستر ديفيد ديفيدز كمتر محمد إبراهيم الجهاز الفني الجمهور النادي الأهلي العظيم المتواجد في كل مكان اللي هنا بنوجهه الشكر والتحية لهذا الجمهور اللي قازر الفريق طوال مباراة المجموعة لو لن الفريق وقع في طريقه برشلونة كان ممكن يحقق مركز رابع زي السنة اللي فات طبعا المباراة بتدت بسيناريو مجنون تأخر للنادي الأهلي انتهاء الشوت الأول بتقدم فريق الخليج السعودي 16-4 طبعا بعديها قبل أن يصحف مستر ديفيد ديفيدز الأداء ويعود النادي الأهلي بقوة في الشوت الثاني ويتقلق حراسنا حراس المرمى جميعا في صد كرات محسومة لحياة الفريق الخليج السعودي في صالة طبعا في الصالة كاتمليانة بجمهور الخليج السعودي واللي كانوا مستعدين بشكل كويس والسعودية الحقيقة المملكة العربية السعودية لأشقاء هناك بقالهم ثلاث سنوات أو سنتين بينظموا البطولة هناك فتلاث سنين تقريبا فمعنى كده أنه دي النسخة الرابعة أربع سنوات آسف النسخة الرابعة خلينا أقول لكم أنه طبعا ده بيدل أن المملكة المملكة العربية السعودية رايحة في طريق تطوير هذه اللعبة فالنهاردة لما نلاقي فريق بالشكل ده يبقى هم مستعدين كويس للبطولة دي في الآخر الحقيقة النادي الأهلي عد للنتيجة فرق بفرق هدف قبل النتيجة بعشرين سانية ويستطيع بيتر اللاعب السرب لأولت حضراتكم عليه أنه يتعدل في آخر سانية أو آخر ثلاثة أربع سوان عشان نروح لضربات جزاء اتعدلنا تلاتين تلاتين ينجح لعبة النادي الأهلي في التسجيل في كل الرميات الترجحية لغاية ما ييجي طه ربنا يكريمه ويسلم إيده يعني ينجح في صد رمي رمي الجزاء أو ضربة ترجحية خلالهم ضربة ترجحية لأنها اسمها كده في كرة الياد بيتصدى لها يد الأولوية للنادي الأهلي ويفوز النادي الأهلي بمركز الخامس مباراة مهمة لها فوائد كتير جدا خليني بس يعني أتكلم حضراتكم الأول أقول أسامي الكوماندوس اللي استطاعوا أنهم حققوا المركز الخامس الحقيقة في إنجاز رابع عالم ثم خامس عالم النادي الأهلي الحقيقة في كرة الياد تم تحويل الدنيا والدفة بشكل كبير جدا جدا من فرقة بتخسر في السواني الأخيرة لفرقة بتستطيع أنها تغير الدفة مهما كانت متأخر وده ترانسفير أو انتقال مهم جدا في الفكر والأسلوب اللعبة خلييني أقول لكم اللعبة اللي احنا من بريك له من بريك للجهاز الفني واحد طبعا القائمة قائمة الجهاز الفني ولنها لحضراتكم خلييني أقول عبد الرحمن حماية حراس الملمع عبد الرحمن طه محمد إبراهيم اللي ب Ellen من هنا وأقول له برافو عليك يا ولد يعني كانت رؤية يعني عايز أقول لكم مستر ديفيد ديفيز أنا أقف عند محمد إبراهيم بس مستر ديفيد ديفيز لما جه آل الآتي والكلام ده يا جماعة يعني مش محتاج صخب في الكلام ولا محتاج ميديا ولا إعلام هو محتاج أن أنت تشوف وتتدبر هو قال أنا مش هجيب لعيب محترف ولا لعيب مصري لما يجي يعمل الفرق أنا عندي قطاع الناشئين بتاعي وعندي لعبتي أفضل من أي حد هجيب إنما لما هجيب حد هجيب حد يعمل فارق أنت النهار ده كان عندك ثلاث حراس مرمى حميد وطهة والطيار والثلاثة كان كويسين جدا للطيار جاله عقد احتراف في نادي الأهل قاله اتفضل يعني طبعا نتمنى له كل التوفيق وهو ماشي بشكل كويس في الدولة الألمانية كان لازم مستر ديفيد ديفيد يجيب حدث مرمى تالي يا إما همشي بالتنين تمام ما مانديش مشكلة فلما مستر ديفيد ديفيد عمل سيرش كده في حراس المرمى في مصر تعاقد طلب محمد إبراهيم على ما أتذكر أنه جاء من نادي الشمس محمد إبراهيم وقع عليه الاختيار مستر ديفيد ديفيد جابه هنا الفرق بقى أو تعاقد مع النادي الأهلي أنا عايزه النادي الأهلي تعاقد معه محمد إبراهيم إضافة قوية جدا لإحراسة المرمى مع النجمين اللي معانا عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه النجمين في حقيقة فوق العادة فالنهار ده عندك ثلاث حراس مرمى يسدوا عين الشمس زي ما يقول الله هو أكبر إن شاء الله ربنا يحفظهم من الإصابات حميد السنة الفاك ياله صليبي والحمد لله نادي ويب جنبه بشكل كويس عمل عملية وعليك طبيعي بقى في الملعب إن شاء الله مطش ورد تاني بيستعيد مستوى بيرجع لمستوى المعهود أكيد بعد ما ترجع من الإصابة بتبقى الآن شوي صليبي في حراس المرمى دي موضوع مزعج جدا إن انت رجبتك التنى التحت منك موضوع مزعج ومقلق عشان يتخطاه هيحتاج أسابيع وأشهره أن يلعب أنا مش عايز أطول في القصة دي بس عايز أتكلم في فوائد إن انت تتعاقد مع العيب يعمل معاك الفرق وده كتوجة نظر مستر ديفيد ديفيد خليني أتكلم أو أقول بقية القيمة وبعد كده أقول لكم فوائد مباراة النهر دي إبراهيم المصري محمد مجدي نبيل الشريف أحمد خيري سيف هاني فوكس أحمد راضي محصر رمضان محمد لاشيني ياسر سيف أحمد عادل عمر خالد كستل عمر سامي أحمد يشام سيسا عبدالعزيز إيهاب زيزو محمود عبدالعزيز جدو راضي محمد راضي عبدالرحمن فيصل دول لعبتنا والكوماندوز اللي شاركوا في هذه البطولة وخدوا بينا المركز الفامس طب مكسب النهار ده أيه مكسب النهار ده رقم واحد خامس على إيه تاني النهار ده انت بتلاعب برشلونة مرتين في شهر النهار ده انت بتبقى بمطش متأخر وبتلاعب فرقة مع خمس لعبين محترفين جايين من أوروبا خصيصا لمباراتك خلينا أقول بأمانة لمباراتك لأن هم عارفين ان هيلعبوا صعب يكسبوا فرقة من أوروبا ولكن النهار ده بيلعب التحديد الخامس والسادس فالنهار ده انت تفوز بعد كل الدعم في الفرقة التانية ده حاجة ويس طيب الحاجة التانية حاجة نفسية انت كسرتها إزاي تبقى متأخر وتعود وتفوز وتفوز بشكل أنفس ده بيعلي جدا 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 عند الفرقة ثقافة المكسب وثقة المكسب ثقة المكسب اللي احنا كنا بنعاني منها في مبارياتنا مع نادي الزمال كان زمال بنلاقي النادي الأقلي بيتفوق بشكل كبير طول المطش ويجي يخسر في آخر دقيقة ما كانش فيه ثقة في المكسب وهي دي اللي احنا كنا بنجري وراها بأنه ثلاث سنين ويمكن أكتر ان احنا ندي للعيبة ثقة المكسب ان انت في الملعب حاسس ان انت مهما تأخرت في النتيجة انت هتكسب خدت بالكو ازاي فهي دي اهم مكاسب مباراة النهار ان انت رجع ليك او جالك او بقى عندك شعور ثقة المكسب كل التوفيق افريقيا خمس عالم بطوة افريقيا الابطال خمس عالم الحمد لله ماشينا على الطريق الصحيح اشتركوا في القناة